انطلقت إذن هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد والوطني للشغل والدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية المعارض من أمام البرلمان المغربي بالعاصمة المغربية الرباطة هذه الوقفة التي دعا إليها الاتحاد تشهد حضور العشرات من فروعه النقابية ومناضليه ومختلف القطاعات الانتاجية التي يمثلها الاتحاد أكد على أن وقفته وهذه وقفة نقابية صرفة في إشارة إلى عدم صيلتها بأي موقف سياسي لحزب العدالة والتنمية بالطبع هذه ليست أول وقفة لكن الاتحاد أكد على أن وقفة دارية ربما قد تليها خطوات تصعيدية أخرى لاحظنا توافد العديد من المناظرين والمنتمين والمتعاطفين مع الاتحاد وبحسب تقديرات أولية يصل عدد المشاركين في هذه الوقفة إلى نحو ألف مشارك حجم مختلف المدن على كل المطالب التي يرفعها الاتحاد مطالب سبق أن أعلن عنها وعبرت عنها مواقف وهي تعزيز القدرة الشرائية للمواطني ورفع الأجور وإعادة النظر في نتائج الحوار الإجماعي التي يعتبر غير مرضية له أيضا تسقيف أسعار الوقود والتحكم بأسعار المواد الأساسية التي يقول أنها ألهبت جيوب المواطني وأدت إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطني كما يسمونها إضافة لنقطة أساسية يؤكد الاتحاد على ضرورة دفع الحكومة إلى تنزيل السليم والسريع لورش الحكومة الإجماعية أو الدولة الإجماعية التي أكد عليها العائل المغربي في مرات عدة أبتمت جدوية العربي الريبوت